شباكة الإنشاد العراقية تقدم وأن أقربهم موجة للذين آمنوا لذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين وعبانهم وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الوسول ترى أحينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخل يا ربنا مع القوص الصالحين فأسابه الله بما قالوا جن الناس تجري من تحتها الأنهار خارجين فيها وذلك جزاء المحتمين والذين كفروا وكذروا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحذى الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما ودقت الله حلالا طيبا واتدقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله للغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفاركم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تفعلون آليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلوا لكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الغمر ويمير والأنصار والأزلام لكم من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويخذتكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيروا الله واطيروا الرسول واحذره فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاو المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناء فيما طعروا إذا ما افتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم افتقوا وآمنوا ثم افتقوا وأحسنوا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشير من الصير تنالوا أديكم وجماعكم ليعلم الله من يخاطر بالضعيب يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يا أيها الذين آمنوا يحكم به ذوى عدل منكم هديا فالغا كعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليدوق وبال أمره يا أيها الذين آمنوا يحكم بشير من النعم ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز من انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة وحلم عليكم صيد البدل ما دمتم حرما واتدقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر والحرام والهدي والقلائد ذلك لتحلقوا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله رفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ فالله يعلم ما تبجون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كترة الخبيث فاتدقوا الله يا أولئ الألباب لعل لكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسفر وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم أفى الله عنها أفى الله عنه قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بخيرة ولا سائبة ولا نوصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يحقنون وإذا كي لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهددون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينزئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بيركم إذا حضر أحدكم الموتحين الوصية اثنان دواعد منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيمة الموت تحبثونهما من باقي الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآسمين فإن غزر على أنهما استحقا إثما فآخران يطرما مقامهما فآخران يطرما مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن شهادتنا أحض من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك لنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يطافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتفر الله واسمعوا والله لا يهدي القوما فاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت عزام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت نعمة عليك وعلى واردتك إذ أيتك بروح الخدس إذ أيتك بروح الخدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإن وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كأي الطين بإذن فتنفق فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمى والعبرط بإذن وإن تخرئ الموتى بإذن وإن كففت بذن إسرائيل عنك إن ذئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلي الحوالين أن آمنوا بي والرسول قالوا آمنا واشهدت أننا مسلمون إذ قال الحواليون يا عيسى ابن مريم أن يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا المريد أن نأكل منها وتطمن قلوبنا ونعلم أن قد خلقتنا ونفقنا علينا من الشاهدين قال قال عيسى ابن مريم الله ربنا أن زل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير وعجحين قال الله إني منزلها عليكم فمن ينقذ بعد منكم فإني أعلم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس استخدوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي حق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن ك أنت علام العلوم ما قلت لهم إلا ما أمر تمي به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت علي شيئا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 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 إن تعذبهم فإن تهم عبادك وإن تغفر لهم فإن ك أنت العزيل الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وغبوا عنهم ذلك الفوت العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيه وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين شفروا بربهم يعجلون هو الذي خلقت من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرقا وجهرقا ويعلم ما تكتبون وما تكتين من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباؤها كانوا به يسرقون ألم يروا كم آلكنا من قبلهم من قبلهم متجناهم في الأرض ما لم نمدل لكم وأخذلنا السماء عليهم مدراراً وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم طرناً آخرين أرسلنا السماء ولو ندينا عليك كتاباً في قرطاش فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملكاً ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأرض ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استرجأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهدئون قل ديوروا في الأرض ثم ننظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة فيلم عنهم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين قتروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أستجد ولياً فاقر السماوات والأرض وهو يضحن ولا يضعن قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل إني أخاف إن عصير وربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم ميد فقد رحمه وذلك الفول المبين وإن يمتسجروا بظل فلا كاشف له إلا هو وإن يمتسج بخير فهو على كل شيء قدير وهو القائم فوق عباده وهو الحكيم الخفير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إليه آدم القرآن لأنذركم به ومن بله أئنكم لتشهدون أن مع الله آية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بجيء مما تشرفون حياة أكبرون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم الذين قسروا أنفسهم فهم لا نكلمون 119. ومن أفضل لهم من افتران الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلق الظالمون 110. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 111. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 112. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون 113. ومنهم من يجتمع إليه وجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقه وفيه آلام وقرار 114. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجاديونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين 115. وهم يجعون عنهم ويجعون عنه ويجعون يكون إلا أنفسهم وما يشعرون 116. ولو ترى إذن كفروا على النار فطالوا يا ليسنا نرد ولا نكذب بآيات أربنا ونكون من المؤمن 117. بل بدى لهم ما كانوا يحبون منه قبل ولو الغدوا لعادوا الماموا عنه وإنهم ذكاذيون 118. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبروتين 119. ولو الغداء ينقفوا على ربهم 110. قال أليس آلا في الحق 111. قالوا بلى وردنا 112. قال فذوكوا العذاب لما كنتم تكبرون 111. قد خسر الذين كلموا بلقاء الله 112. حتى إذا جاءتهم الساعة درسة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها 113. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم 114. ألا ساء ما يجرون 115. وما الخيات الدنيا إلا لعب وله 116. ولدار الآخرة خير للذين يتقون 117. أفلا تعتلون 118. قد نحلم إنه ليحذوك الذي يقولون 119. فإنهم لا يكذبونك ولكن من الظالمين من آيات الله يجحدون 119. ولقد خذبت رسل من قبلك فطأروا على ما خذبهم وأولو حتى أتاهم نصرنا